الشاب المغربي رأى بأنه يتم معاملة العرب والأفارقة بهذا الشكل الفج ومنعهم من ركوب القطارات المتجهة ناحية بولندا والسماح أولا بركوب الأوكران ويتم توجيه سباب وشتائم وألفاظ خدشة الحياء للعرب والأفارقة بما فيهم البنات قرر أن يتدخل وقام بحمل المطوح أو السكين وقرر السماح للفتيات العرب ولكل الطلب العرب بركوب القطارات رغما عن أفراد الجيش الأوكراني هذا طالب مغربي يدرس في الأراضي الأوكرانية يدعى باسم أحمد تحية كبيرة له على هذا الموقف البطولي دعونا نرى هذا الأمر على شاشة لدينا أمام حضرتكم يقف لا يسمح إلا بركوب الطلب العرب والفتيات العربيات أمام حضرتكم يحمل المطوح في يديه واضح جدا إصراره الشديد على إركابهم وتحديه الواضح والجليء لعنصرية الأوكرانيين تحية له